نرجع على يحي عطيته الله يحي عطيته الله أكيد قبل ما يكون موجود في النادي الأهلي فإحنا كلنا كنا متابعين وبشكل كبير جدا في بطولة الأفريكن ليج وقديه وكان لعب مميز أوي 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 فالكل كان متوقع أن هو هيشوفه بشكل أفضل من اللي ظهر عليه مع النادي الأهلي ممكن يعني نرجع السبب بعدم ظهوره بالشكل المتوقع منه ده بسبب عدم الانسجام وعدم وجود فترة كافية مع النادي الأهلي هو محتاج فترة عشان يكون بينسجم مع باقي العناصر الموجودين في النادي الأهلي ممكن ممكن يبقى عدم يعني الفترة مش كافية أنه هو عدم الانسجام وممكن أنه هو الضغط الجماهيري بتاع النادي الأهلي ببقى صعب شوية مختلف عن أي نادي تاني أه طبعا مختلف جدا يعني شفتنا في موتش العين كان عامل إزاي صحيح بس برضو هو اللاعب جاي من شمال أفريقيا فيعني يمكن عنده نفس الأجواء وعنده نفس النوعية من الجماهير وعنده يعني نفس فكرة الضغط اللي دايما مستمر على اللعيبة تمام أوكي أنا معاك في كل اللي أنت بتقوليه بس برضو في النادي الأهلي موضوع مختلف أهو الآهلي والزمالك عمتت في مواصر عمدلنا موضوع موضوع مختلف تماما فممكن يكون الضغط لسه هو ما خادش على الضغط الجماهيري بشكل فايس أوه على نوعية الضغط دي أوه بالزبط فهو ممكن الوقت ما يكونش كافي بس هو بدأ يستعيد مستوى واحدة واحدة وبدأ يظهر بشكل كويس الفترة اللي فات صحيح لكن أنت من وجهة نظرك يعني بتقيم اللعب ازاي يحيي عطيته الله شايفه ازاي هو لعب كويس يعني هو كورا هو لعب كويس جدا بس هو لسه ما قداش المستوى المطلوب منه أو المستوى المعروف عنه اللي احنا شفناه قبل ما يجي والنادي الأهلي كان بشكل مختلف تماما فلسه ما قداش الجماهير هل المستوى المطلوب منه يا كابتن ممكن نقول عليه اللي هو تعويض غياب علي معلول فيمكن عشان كده طبعا احنا حطين عليه ضغط كبير ايه ما هو ما هي الجماهير مش عايزة حد أقل من علي او مش عايزة حد أقل من اللي موجود انا عايز اللي هجيبه يبقى أعلى من اللي موجود او بنفس المستوى فلما يجي حد مش مقدب بشكل بنفس صورة علي معلول هم لسه منتظر منه كتير صحيح فهم مستنين منه شوية فهو بدأ واحدة واحدة هيبدأ يجي وعطاق لما علي يرجع طبعا المنافسة قوية فهيبقى مستوى أعلى بكتير من الفترة اللي موجودة دلوقتي صحيح ايضا ان النادي الاهلي من وجهة نظرك فهو بيحتاج في الفترة الحالية لمهاجم وان شاء الله يكون بيقدر ان هو يتمم استفقى دي في الانتقالات الشتوية القادمة هل ممكن النادي الاهلي يكون بيلاقي ضلته في المهاجم التاني ويكون دايما بديل لوسام أبو علي او يكون يعني يمكن كمان وسامع أبو علي برضو فكرة ان النادي الاهلي فجأة من مفيش مهاجم اللي في مهاجم بيقدر ان هو يكون هدافة دوري مصري ممتاز في نصف موسم في نصف دي طبعا بالنسبة لجماهير النادي الاهلي كانت مفاجأة صارة جدا ولكن نقدر نقول ان النادي الاهلي ممكن يلاقي ضلته في المهاجم التاني ده من الدوري المحلي لعب محلي ولا يعني بلا شك هيكون لعب أجنبي ما اعتقدش ان هو عايز نبدوري المحلي لان هو لو كان عايز تبدوري المحلي كان يجب ان يخلص فيه فترة تلك قوات اللي فاتت لكن هو بيدور على حد مهاجم أفريكي او مهاجم أجنبي مميز يقدر يكون بديل عالى او يلعب مع عالى او يلعب فوق عالى قبل عالى يعني قبلي قصلي وسام انا آسف قبلي وسام فااا place اعتقل ان هو بيدور على مهاجم أفريكي وان شاء الله باذن الله في شهر واحد يكون موجود إذن الله أكيد بنتمنى أن نادئ له يكون قدر أنه هو يعني يلاقي ضلطه في شهر يناير القادم